بالرغم ان ما مرش اكتر من شهر تقريبا على جوازهم الا ان الخلافات بين مغني المهرجانات حسن شاكوش مع زوجته تطورت لحد ما وصلت الخلافات بينهم لتحرير محاضر داخل اسام الشرطة وده لما اتهمت ريم صادق جزء حسن شاكوش بانه طردها من البيت وسرق من قولاتها وده بعد ممضها على ايصال امانة وبالرغم من ان حسن شاكوش مردش الا ان صفحة منسوبة لحسن شاكوش عليت على الموضوع في بوست لكنها حزفته بعد دقايق من نشره البوست اللي اتنشر على الصفحة كان نصه حزبي الله ونعمل وكيل يعني بعد كل اللي قدمته تقولي علي كده انا لو اتكلمت هزعل ناس كتير قوي وما حدش هيلم اللي هيحصل وبالرغم من ان الكلام عام وما حدش عارف هو مقصود بي مين الا ان الصفحة اللي اتنشر عليها البوست مساحيته بعد دقايق قليلة من نشره وده اللي خلى الجمهور يربط بينه بين الخناءة مع مراده واللي بسببها حررت ضده محضر في الاسم وعن المفاجأة اللي وراء الخناءة كان علاقة بست تانية وده اللي استنتجه الجمهور من الستوري لنشارة هارين حزبي الله ونعمل وكيل في الزين رابط الجمهور بين البوست ده وقال عدد من المشاطاء ان الموضوع وراءه واحدة ست وكانت ريم صادق وحسن شاكوش تصدروا الترند بعد فرحهم وده بعد سجدها في حفل الزفاف واللي طلعت وقالت عن الموضوع كان صعبان علي اني ملهية في الفرح ومش بصلي وكنت بقالي اسبوعين قبل الفرح مش مركزة اشتركوا في القناة